بغداد، فاتحة الحديث وصانعة السلام تستهل ترحيبها بالجار والشقيق والصديق بغداد، العاصمة الأكثر تحملاً لتحديات قاسية تجمع الفرقاء وتوحيط الجلوس على طاولة تتقابل فيها أصوات متنافرة في المحيط العربي والإقليمي وللمؤتمر أكثر من اسم في منتوج الصحافة العربية والدولية مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون عنوان له مضمون من رسالة عراقية قوية وواضحة بإنهاء عزلته وتمتين حبل التعاون ضمن خريطة الجسد العربي والإقليمي يخرج من سياسة القطب الواحد إلى نسيج جامع مشترك عنوان آخر سمي به المؤتمر قمة القادة وهي تسع دول تشارك بتمثيل عالي المستوى نجحت حكومة الكاظم في تقريب المسافات بينها عنوان بغداد هو الثابت في تحقيق الهدف العراقي بإبعاد البلاد عن الصراعات واستقرار ساحته المشتعل بالفوضى والتنافر والتناحر منذ زمن ما أرهق إنتج البلد السياسي والأمني والاقتصادي وهو إنتج لا يخدم العراق فحسب بل للعقلية السياسية العربية والإقليمية إيمان ثابت بأن استقرار العراق من مصلحة الجميع أما استمراره بالفوضى فهو درر ينعكس وقد لمست نتائجه على دول الجوار والإقليم والعالم تسع دول كبيرة بالأهمية الجيوسياسية والجغرافية والثقل السياسي في المنطقة وتمتن اللحمة العربية وتهدئة النزاعات في المنطقة سيما بعد القمة الثلاثية الأخيرة التي تشارك دولها في مؤتمر بغداد مصر والأردن كما هي مشاركة السعودية الضروري وكذلك إيران وتركيا الكويت قطر والإمارات ومن الغرب الدولة المهمة في رسم التهدئة فرنسا بعد جهود متواصلة عمل عليها الكاظمي وفريقه الحكومي للوصول إلى استقرار حقيقي يلمسه العرقيون وأشقاؤهم على الأرض في الوقت القريب